بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون تنعى قوة دفاع البحرين عددا من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس وتتقدم بخالص العزاء والموساء إلى عائلات الشهداء الأبطالة سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهب ذويهم الصبر والسلوان وأن لله وأن إليه راجعون وأن يمنى الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين حيث جرى صباح اليوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري استجهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وجرى ذلك العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن هذا وقد تم أرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرح والمصابين والشهداء إلى أرض الوطن وتتقدم القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بخالص العزاء والمؤساة إلى عائلات الشهداء الأبطال سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فلسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون وأن يمنى الله تعالى بالشفاء العاجل للجرح والمصابين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر